أهلا بكم التساطى صباحا بتوقيت القاهرة موجز لأهم وآخر الأخبار من عاصمة الخبر توصل القمة والأمريكية الإفريقية أعمالها اليوم على مستوى القضاء هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيقترح على مجموعة السابع دعم البنية التحتية في إفريقيا وإطلاق مبادرات دولية في هذا الشأن وفي كلمته خلال منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي أكد بايدن أن الولايات المتحدة تستهدف توسيع الشراكات مع إفريقيا التوفير مليارات الدولارات لتمويل مشروعات التحول الرقمي في إفريقيا وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة ستوقع مذكرة تفاهم تاريخية حول التجارة الحرة مع إفريقيا ودعم هذه الاتفاقية أكشف أن إدارته سترصد مئة مليون دولار لمبادرات الطاقة المتجددة في إفريقيا وثمانين مليون دولار لتحسين الرعاية الصحية في إفريقيا التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في واشنطن مع وزير الخارجي الأمريكي أنتني بلينكت وأكد الرئيس المصري أن القارة الإفريقية تحتاج إلى بنية أساسية قرية مكتملة الأركان تدعم تنفيذ الجهود التي تستهدفها من خلال مشروع دولي ضخم يحشد الموارد والدعم من الدول الكبرى والخبرات التنموية العالمية لبلورة رؤية شاملة لتلك البنية الأساسية التي تعتبر حتمية لنجاح جهود التنمية في القارة من جانبه أكد وزير الخارجي الأمريكي التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات ودعم جهود مصر الحثيثة في الصعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة أعلنت كما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الأمريكي لويت أوستن ذلك بمقر وزارة الدفاع الأمريكي في واشنطن وأكد وزير الدفاع الأمريكي تقديره لجهود الرئيس المصري من أجل تحقيق الأمن والاستقرار العالميا وشدد أوستن على الدعم الأمريكي لدور مصر في نشر ثقافة السلامة من جنبي أكد الرئيس المصري الحرص على دعم الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن والاستمرار في تعزيز العلاقات العسكرية معها أعلنت روسيا أنه لن يتم وقف إطلاق النار العمليات العسكرية في أوكرانيا خلال أعياد الميلاد وأكدت موسكو أن العمليات العسكرية المتواصلة منذ عشرة أشهر في أوكرانيا سوف تستمر بلا هوادة هذا ويأتي الأعلان الروسي عقب الإفراج مؤخرا عن عشرات الأسرى والسجناء الأوكرانيين وبينهم أمريكي أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عزمه سنة شريع جديد لمكافحة الإضرابات وطلب سوناك قادت النقابات بوقف الإضرابات وخاصة خلال الاحتفالات بعيد الميلاد انتهى موجز الأخبار من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نات كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر نستجرام ويوتيوب أيضا يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11-7-4-7 رأسي كما يمكنكم أيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الـ QR كود الظاهر على الشاشة شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة فاصل قصير ونستكمل بعده فقرات صباح جديد